ألغت العديد من شركة الطيران اليوم رحلاتها من وإلى الجزيرة السياحية لبالي بإندونيسيا بعد تجدد ثوران بركان أطلق سحبا من الرماد لارتفاع يصل إلى عشرة كيلومترات أشبر الألاف من الأشخاص على إخلاء مناطقهم ولقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم جراء الثوران الأول لبركان جبلي اليوتوبي الواقعي في إقليم شرق نوسا تنجارا على بعد نحو ثمانمائة كيلومتر من بالي في الثالث من نومبر ومنذ ذلك الحين ثرى البركان مرارا بما في ذلك عدة مرات أمس ويشكل ثوران والبركين خطرا على طائرات أثناء تحليقها حيث يمكن أن يتسبب الرماد في إطلاف المحركات وخدش الزجاج الأمامي لقمرة القيادة بشكل يجعل الرؤية مستحيلة